أنت بقى وقت كورونا عملتي حدا حلو قوي عملتي كولكشن اسمه فاشن فور كوز وكان فيه أطفال من زاوي الإحتاجات الخاصة مش بس كان ملهمين نيكي لا أنت قصريتي أن هما يرسموا معاكي الكولكشن ده ليه فكرت في الفكرة دي تحديداً؟ يعني اسكتير بتعمل حاجات خيرة كتير بس مش بالشكل ده بوسي أقولك أنا أخوي أصلاً داون سندروم فدائماً هدف بالنسبة لي أنه هو يبقى جزء من اللي أنا بعمله وحاولت كتير قوي بس إحنا مهنتنا فيها دي تيل زي دواية كتير فبتبقى صعبة شوية عليهم يعني حاولت حتى نوم يدخلوا في البرودوكشن وجربنا كذا بروجيكت كده لما جات الكورونا هم عادوا في البيت وده كان بالنسبة لهم دي برايسف قوي يعني كئيب جداً لأن كل الأكتيفتيز اللي كانوا بيطلعوا فيها الطاقة مش موجودة ولا الجامعة ولا مدرسة ولا رياضة ولا أي حاجة وبتبقى يخايف عليهم جداً لأن المناعة برضو بتبقى مش أحسن حاجة ومن ناحية تانية الناس اللي بتشتغل معي أو مع غيري كتير قوي قاعدوا في البيت فجات فكرة وأنا بكلم برضو حد ديزاينر تاني صاحبي قلت له إيه رأيك لو عملنا كوليكشن ريليتد لموضوع الكوفيد بس بطريقة شيرفل وأنا عايزة أدخل فيها أخويا وصحابه اللي حواليهم فهو أكتر كان شغال ساعتها في الحاجات الكاجول والسريعة فقلت له أنا هابمسك الجزء الكرييتف والفابريكس أنت امسك موضوع البرودوكشن وجبنا كمان حد كمان جرافيك ديزاينر إنه هو يحول الديزاينز اللي أنا هحطها والولاد يرسموها بطريقة جرافيكس لذيذة وتشيرفل وليها هايب كده فبدأت بقى أن أنا الأول أحطت السكاتشيز وبدأت أبعث لكل البارنتس قلت لهم ممكن تخلوهم يرسموا الحاجات دي في البيت ويجربوها مرة واثنين وثلاثة ويلونوها ويبتدوا يبعثوها لنا وبدأوا بقى وقلتهم صوروهم وهما بيعملوها فده أخد سبيس يعني أخد وقت في يومهم أن هم عايزين يعملوا مشروع للناس هتلبسوه فكانوا موصولين قوي الحاجة الثانية أن الانكم أو البروسيد كلها اللي دخلت راحت للناس اللي كانت شغالة وقاعدة في البيت وراحت للولاد أخدوا مرتب هاي فحصلوا هم كمان بيعملوا فلوسه بيشتغلوا بحقه حقيقي كانوا موصولين جدا وبدأين بقى فيه اللي كانوا قاعدين في الساحل بثلاث شهور بدأ يعمل الحاجة أونلاين ويبعث هلنا قاعدين في البيت ويرسموها يعني مثلا العمل الكيب بتاع الخمس خمسات ويلونه العمل الكاروهات بس ويلونها وناخد كل بايت من حتى ونبتدي ندخله في الديزاين لقيت أنهم اتبسطوا جدا ضيعوا وقت بطريقة برودوكتف حاسوا أن فيه ريورد جي وكان نفسي بالعكس عن كان نفسي أصلا أكمله بعد كده أنه يبقى دايما فيه لمتد اديشن برويكتز كده كليكشنز بتنزل منهم بس هما اللي مشوفات زين دي آه بجد فده اللي خلاني ساعتها فكرت فيه أنه كان نفسي أنه هو يحس أنه بيعمل حاجة في الوقت ده ونبقى بنساعد برضو الناس اللي حوالينا ترجمة نانسي قنقر